الكفار يدرسون عندنا اهم شيء ده ماذا يدرسون التاريخ التاريخ الاسلامي انظروا الى الكتب التي اطبعت بتحقيق المستشرقين اكثرها في التاريخ يريدون ان يعرفوا التاريخ واصعب شيء عليهم صلاح الدين كيف طلع هذا صلاح الدين بدهم ينجلطوا ساووا دراسات عن صلاح الدين في كل شيء كانت الامة تكاد ترك امام هؤلاء الصليبيين ومستسلم لهم فخرج صلاح الدين وجهز الجيوش وانتصر بفضل الله عز وجل فدرسوا تاريخ صلاح الدين حتى درسوا السوق سوق الخضار سوق الفاكهة ماذا كانوا يقولون قال لعل في سوق الفاكهة والخضار عبارات قالها الباعة اثرت على مين على صلاح الدين فاصبح رجلا قويا فجهز الجيوش وبدنا نعرف ايش هي الانشيد عشان ما تتكررش النس المسلمين اياها دراسات الجامعة العبرية في تل ابيب فيها تخصص شريعة اسلامية تخصص باكالوريوس وماجستير ودكتوراف الشريعة حتى يحاربوا الاسلام باسم الدين يهودي مع دكتوراف الشريعة دكتوراف الحديث دكتوراف الفقه دكتوراف اصول الفقه دكتوراف المعتقد يهودي وبناقشك وبيذكر لك ادلة وقلت لكم احدهم ارسل قبل سبعين سنة الى احمد شاكر محدث الديار المصرية في زمانه لقد اخطأت في تخريج الحديث الفلاني والدليل كذا فقرأ هذا محدث الديار المصرية في زمانه كلامه فوجد كلامه صوابه صواب مين اليهودي غلب مين محدث فكتب له جواب اصبت يا كلب من الكلب اصبت يا كلب من الكلب وعندما خرج احدهم الاستاذ الدكتور مش داري شو اسمه الله لا يدلك على اسمه قولت امي فقال اتعبني الالباني مين الي مغلبنا الايام هاي مين الالباني هاذ مش عارفين نمسي في الاسلام ولا ندخل فيه ايشي كل ما ندخل ايشي شو بيساوي بفلتر بيصفي يعني خير شهادة شهادة مين الاعداء اعداء الدي يشهدوا للالباني ويريدون محقه ما انت يا صاحب السنة لا تعرف قيمة الالباني كيف سنتم هذه المناظرة اذا السلف كانوا يناظرون وكان على علم